درس جديد من دروس الرياضيات درس جديد من دروس الرياضيات طول الشريط من الأعلى والأسفل هذا هو طول المطرزة وأيضا طول الشريط من الأعلى والأسفل ويساوي سين وهنا خمسة وهنا خمسة إذن سين زائد عشرة عرض المعلقة يساوي عرض المطرزة وأيضا هنا خمسة وخمسة إذن زائد عشر سنتيم المساحة ماذا تساوي أحباء الطلبة تساوي الطول في العرب وتساوي سين زائد عشرة في صاد زائد عشرة طبعا والوحدة بالسانتيمتر المربع هل يمكن التعبير عن هذه المساحة بصورة أخرى؟ هذا ما سنتحدث عنه خلال هذا الدرس أحبائي الطلب ضرب المقادير الجبرية هو عنوان الدرس ويتوقع منكم بعد الانتهاء من أنشطة هذا الدرس أن تكونوا قادرين على إيجاد ناتج ضرب مقدارين جبريين إيجاد مفكوك مربع مجموع حدين وأيضا إيجاد مفكوك مربع الفرق بينها حدين وتوظيف ذلك في حال مشكلات حياتية نبدأ معا بهذا النشاط استخدم الأشكال الهندسية لإيجاد مساحة المستطيل الذي طوله سين زائد اثنين وعده سين زائد واحد مرة أخرى مساحة المستطيل ماذا تساوي؟ تساوي الطول في العرض سين زائد اثنين في سين زائد واحد نرسم مستطيلا بالأبعاد المطلوبة كما في الشكل أحباء الطلبة سين زائد اثنين وسين زائد واحد إذن ماذا تساوي المساحة؟ تساوي سين زائد اثنين في سين زائد واحد أيضا نلاحظ أننا وزعنا قسمنا المستطيل الكبير إلى مستطيلات صغيرة المستطيل واحد والمستطيل اثنين والمستطيل ثلاث والمستطيل أربع مساحة المستطيل الأول تساوي سين في سين الطول في العرض وتساوي سين تربية أيضا مساحة المستطيل الثاني تساوي سين في اثنين إذن 2 سين مساحة المستطيل رقم 3 هي عبارة عن 1 في سين وتساوي سين مساحة المستطيل الأخير تساوي 2 في 1 وتساوي 2 إذن مساحة المستطيل الكبير هي عبارة عن مجموع المساحات للمستطيلات الأربع وتساوي سين تربيع زائد 2 سين زائد سين زائد 2 وهنا بإمكاننا أن نجمع الحدود الجبرية المتشابهة بجمع المعاملات إذن سين تربيع زائد 3 سين زائد 2 هي قيمة حاصل ضرب سين زائد 2 في سين زائد 1 بطريقة أخرى أحباء الطلبة يمكننا أن نوزع سين في سين زائد 1 زائد 2 في سين زائد 1 إذن سين في سين زائد 1 زائد 2 في سين زائد 1 وهنا طبعا بإمكاننا إيجاد ناتج الضرب سين في سين هي سين تربيع زائد سين وأيضا زائد 2 سين زائد 2 ونحصل على نفس الناتج ونجمع الحدود الجبرية المتشابهة فنحصل على سين تربيع زائد 3 سين زائد 2 إذن عندما قمنا بتقسيم الشكل الهندسي إلى أربع مستطيلات وأيضا عندما قمنا بالتوزيع حصلنا على نفس النتيجة نتعلم أحباء الطلبة عند ضرب مقدارين جبريين على الصورة ألف زائد با في جيم زائد دال تستخدم خاصية توزيع الضرب على الجمع أي أن ألف زائد با في جيم زائد دال ماذا يساوي ألف في جيم زائد دال زائد با في جيم زائد دال وبعدها أيضا بإمكاننا استخدام التوزيع مع الأخرى فهي ألف جيم زائد ألف دال زائد با جيم زائد با دال بالعودة إلى النشاط الأول أحبائي الطلبة ونستكمل معا ما سألتكم عنه في بداية الدرس سين زائد عشرة في صاد زائد عشرة ماذا تساوي؟ تساوي سين في صاد زائد عشرة زائد عشرة في صاد زائد عشرة وهنا سين صاد زائد عشرة سين زائد عشرة صاد زائد مية هل يوجد حدود متشابهة أحبائي الطلبة؟ لا يوجد إذن انتهاء الحل من نسبة لهذا النشاط نكمل معا هذا النشاط وأجد ناتج ما يأتي بأبسط صورة نبدأ بهذا الفرع ثلاثي في سين تربيع ناقص واحد زائد سين في خمس سين ناقص واحد ثلاثي سين تربيع ناقص ثلاث زائد خمس سين تربيع ناقص واحد وتساوي ثلاثي سين تربيع زائد خمس سين تربيع ثمانية سين تربيع ناقص ثلاث وناقصين ليست حدود متشابهة إذن تبقى ناقصين ناقص ثلاث نكمل أحبائي الطلبة اثنين ألف با في ألف تربيع زائد خمس با تربيع 2 ألف با في ألف تربية تساوي 2 ألف تكعيب في با زائد 2 في 15 ألف ألف تبقى كما هي با في با تربية تساوي با تكعيب في النهاية 5 ميم لام زائد 3 في 3 لام زائد ميم وهنا نوزع 5 ميم لام في ما بداخل القوس الثاني وهو 3 لام زائد ميم ثم 3 في 3 لام زائد ميم ونكمل معا 5 ميم لام في 3 لام هي 15 لام تربيع وميم تبقى كما هي زائد 5 ميم تربيع ولام تبقى كما هي زائد 3 في 3 تسع لام وثلاث ميم نكمل نشاط آخر أحباية الطلبة استخدم الأشكال الهندسية لإيجاد مساحة مربع طول ضلع سين زائد 3 هنا نريد إيجاد مساحة مربع مساحة المربع تساوي الضلع تربيع إذن سين زائد 3 في سين زائد 3 نبدأ برسم مربع وتكون المساحة الكلية هي سين زائد 3 في سين زائد 3 أيضا هنا نلجأ إلى تقسيم الشكل إلى 4 مستطيلات مرقمة كالآتي 1 و2 و3 و4 نحسب المساحة لكل من المستطيلات الصغيرة فتكون مساحة المستطيل الأول تساوي سين في سين وتساوي سين تربيع مساحة المستطيل الثالث تساوي ثلاثة في سين وتساوي ثلاثة سين مساحة المستطيل الأخير تساوي ثلاثة في ثلاثة وتساوي تسعة إذن مساحة المربع تساوي مجموع المساحات الأربعة وتساوي سين تربيع زائد ثلاثة سين زائد ثلاثة سين زائد تسعة ثلاث سين زائد ثلاث سين هي ست سين وتساوي سين تربيع زائد ست سين زائد تسعة نلاحظ معا أحبائي الطلبة أن سين زائد ثلاث الكل تربية تساوي سين تربيع زائد ست سين زائد تسعة سين تحولت إلى سين تربيع ربعنا الحد الأول الحد الثاني ثنين في الحد الأول في الحد الثاني ثنين في ثلاث في سين زائد مربع الحد الثاني وهي الثلاث تربية تساوي تسعة إذن نتعلم أحباء الطلبة مفكوك مربع مجموع حدين يسوي مربع الحد الأول زائد 2 في الحد الأول في الحد الثاني زائد مربع الحد الثاني برموز ألف زائد با لكل تربيع هي عبارة عن ألف تربيع مربع الحد الأول زائد 2 في الحد الأول في الحد الثاني 2 في ألف في با زائد مربع الحد الثاني وهي با تربيع مفكوك مربع الفرق بين حدين مربع الحد الأول أيضا هنا ناقص 2 في الحد الأول في الحد الثاني زائد مربع الحد الثاني برموز أحباء الطلبة ألف ناقص باكل تربيع مربع الحد الأول ألف تربيع ناقص 2 في الحد الأول وهي ألف في الحد الثاني وهي با إذن ناقص 2 ألف با زائد مربع الحد الثاني إذن زائد با تربيع نكمل هذا النشاط أكمل بإيجاد مفقوق كل من الآتية سين زائد واحد الكل تربيع مربع الحد الأول زائد 2 في الحد الأول في الحد الثاني أي 2 فيه سين في واحد زائد مربع الحد الثاني إذن سين تربيع زائد 2 سين زائد واحد الفرع الثاني أحباء الطلبة 2 سين زائد 2 الكل تربيع مربع الحد الأول 4 سين تربيع زائد 2 فيه 2 سين في 2 إذن 2 في 2 أربع في 2 ثماني سين زائد مربع الحد الثاني ويساوي 4 إذن 4 سين تربيع زائد 80 زائد 4 هنا أحباء الطلبة فرق إذن سين ناقص 1 الكل تربيع مرة أخرى مربع الحد الأول ناقص 2 في الحد الأول في الحد الثاني ناقص 2 في سين في واحد إذن ناقص 2 سين زائد مربع الحد الثاني زائد واحد إذن سين تربيع ناقص 2 سين زائد واحد في النهاية أحباء الطلبة ننتقل معا إلى المهمة التعليمية أكتب التعبير الجبري الذي يمثل مساحة المنطقة المضللة بأبسط صورة في كل مما يأتي ونلاحظ هنا المساحات المطلوبة السؤال الثاني أكتب ناتج ضرب المقدارين ثلاث فا زائد 2 وثلاث فا ناقص 2 وأجد قيمة ناتج الضرب عندما فا تساوي أربعة ثم إذا كانت ألف زائد با تساوي ثمانية وألف تربيع زائد با تربيع يساوي أربعين فما قيمة كل من ألف زائد با لكل تربيع ألف با وألف ناقص با لكل تربيع في النهاية أحبائي الطلبة شكرا لكم على حسن استماعكم وإلى لقاء آخر بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر